ليالي دهرب أهلا وسهلا بك في اليوم على الحرة خبريني ماذا تحضر جديد؟ أعرف أن هناك منزل 12 أول شيء شكرا على الإستضافة الحلوة يا جميلة منزل 12 نعم في رمضان إن شاء الله القادم مسلسل جدا جميل يعني تتكلم عن كذا ستوري ليس ستوري واحد بس بقالب واحد جميل يضم نجوم كثير منهم الأستاذ سعد الفري أبو ثينا الرئيسي نور لا ينسى أحد طيف أريد شخصيتك بهذا العمل شخصيتي بهذا العمل أين سنذهب معك؟ هي شخصية قيادية تعرفين عندما يقولون شايلة البيت عمود البيت عندما يقولون عن الأب أنه عمود البيت لم يكن لديها أب فهي صارت شايلة البيت فصارت أطباعها قليلا جامدة رجولية أكثر تسوق سيكل تشتغل صراق طيق رياي يعني عادي بس ستحبونها جمهور إن شاء الله وقتت إليلي شخصية قيادية أدي أنت بحياتك الطبيعية كليالي بتشبهيها أوه أنا وائد قيادية وائد وائد وإذا الشيء ما أنا أصب فكري أقطل فكرة بكبرها لليالي أنا سمعت وقريت أنك ستكوني بدفعة لندن ورجعت سمعت أنه ما ستكوني بدفعة لندن ماذا الصح؟ موجودة أو ليس موجودة؟ أنا سافرت مصر ورحت وقعت بروفة طاولة مع المخرج ومماثلين كي شيء كان تماما الانسحاب كان مني أنا انسحبت على آخر شيء الظروف الصحية وما قدرت أكمل يعني خايفيني تندمي عندما تشوفي العمل؟ نو نو ما أندم ما أندم على ولا شيء في حياتي أبدا عمري ما أندم على شيء دائما أخذ شيء يكون درس ولي بالنهاية أنا الآن مرة بفترة خبرين هذه الفترة بالذات الزمن هذا شوية أنا من ضغطة فأي شيء يأثر على صحتي النفسية أنا قاعدة أخليه فشفت نفسي أني في غربة اللولد رح يصير علي وأنا طوني طالعة من فرضا شغل ما رح أعطي العمل ما رح أعطيه ليالي كثير ما رح ينطرها الجمهور فكتفيت منزلة 12 ليالي شو خلطتك السحرية لتقمص الشخصيات التي تقومي فيها؟ يعني من 2018 لليوم ما في دعسات ناقصة؟ الطبيعية الطبيعية وأن أنت تصدقين الورق يعني أنا لما يعطوني الورق لكن هذا جواب أحدا مخضرم بالمهنة إليه بيع طويل إليه وقت طويل ليس جواب أحدا بعد يبدأ جديد يعني هناك كثير من نضج بجوابك لإليه أنا أقول لك أنا عمري يمكن أربعة عشر سنة أنا لاحق أخواتي بساتشين وأخذ داما وياهم ورايحين كلهم يسكون الباب وأنا وراهم ماسكة ستاتشين تقوليني لي ليش؟ لا تقوليني شايفة فيلم تشاكي فأتقمص الأمور هذه صارت من وانا صغيرة أحب التمثيل وأتقمص الشغلات فعلا أحتاج وقت على ما أطلع من الشخصية تحتاج وقت صارت معك بأدوار قبل تعبت أنك حصيت حالك على الأين بشخصية معين وأي شخصية أراها لديك منيرا بن طيبو لأن الجمهور أحبها وينما أذهبك منيرا 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 جنية أنت مع اللي بيقولي أنه عادي روح شوف دكتور نفساني لا طبعا نعم أنا روح أشوف دكتور نفساني أنا عادي بدأ الواحد أربعة من 2018 ل2022 نجومية بتحسيها سريع على يالي وابي صراحة وهل بتخافي منها؟ هل تحملي مسؤوليتها؟ هل تخاف من المستقبل؟ نرى أنه ليس سهل الناس ليس سهلين نفس الناس يعني عادي أنك نجحت تمنى الخير للغير فاهمة عليه؟ نتحدث عن الوسط أو نتحدث عن الجمهور؟ نتحدث عن الاثنان بشكل عام بشكل عام تمنى الخير بشكل عام التي تتابعك على مواقع الواصل الإجتماعي تعطينا من bate Turn هل هو حقيقي؟ أول télé تحاول تحاولي تكون باما believer من كل ما يتابعك وأيضا حالا وحالا يتعتقد ذلك وحالا يتوك يعني في ساعات أنا كنت عبانة وصور أن أنا هابي وفي ساعات صج أنا كن هابي وقع شارك جمهوري أن أنا هابي أنتو كجيلكون اليوم كعقليتكن طريقة تفكيركن حياتكن اللي عم تنعكس اليوم بالدراما بتشوفيها غيرت من صورة الدراما الخليجي لأن احنا بنعرفها عم نحضر مواضيع تاني عم نشوف مواضيع أكثر انفتاحاً عن قبل هذا الصج وإحنا بمكاننا اللي يقول الصج ساعات ما يعجب أحد فاللي نشوفها بالتلفزيون بحياتنا الواقعية نشوف أردة منا وقلعن منا ولا حد يتشذب على أحد فإذا صحيح ولكن اليوم الدراما عم تعكس أكثر واقعكم أنتو الشباب وعم تحكي عنكم أكثر من قبل توافقين الرأيب نشوف أنه مواضيع شبابية أكثر اليوم يمكن شايفين أن الشباب ميالين حق يتابعون هذه الشغلات حابين يشوفون العالمية بتطمحي له وشو هي بماذا شو هي أنت وقت تقولي أنا بدي أوصل للعالمية ليالي أي عالمية عم تحكي عنها توصل بلهجتك تحكي بلهجتك الخليجية ولا تكون ضليعة باللهجات الأجنبية أختلف بس ما رحيل لأننا كبشر كلنا نشابه بأشياءنا الكاملة بس نختلف بصابعنا أنا أكون مختلفة ببصمتي بقلوب الجمهور أبي أسوي شي صج أفتخر في أنا وأخلي ديرتي تفتخر فيه وأخلي الخليج والوطن العربي والعالم يفتخر فيه أدي حلو أني كتكوني ملكة الجميل والأناقة شوفي مجرد ما أن أهم ختاروني يعني الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين والتجميل هذا بحب ذاته فخر لي كبير لأن أنا ترى ما أطلع وايد مقابلات ولا أروح معارض ولا أروح أصريت هذه المرة أني أكون موجودة لأن أهم من الداعمين للمشروعات الصغيرة وأنا أكبر داعمة لهم أنا أحب أي أحد عنده مشروح عنده طموح أني أنا أدعمه فهذا سبب تواجدي هنا وأنا جدا سعيدة هل تحبي التراجيدي أكثر أو الكوميدي؟ لأثنين أنا بارعة فيهم أعرف أنك بارعة بالاثنين لكن ما تحبي أكثر؟ أحب الكوميدي أحب الكوميدي أبن أخي يختش نابن نضحك نابن نستانس نابن نفرفش ما صارت غلقة لا يالي دهرة بدي أتمنالك كل توفيق العالم وإن شاء الله تكوني نجمة دراما الخليجية الأولى قريبا جدا وهيك تضلك بهالحماس وشكرا لكم مشكورة وايد وايد شكرا لكم